النهاردة العالم بيحتفل بيوم السياحة العالمية والشعار الأكبر هو السياحة والسلام أهمية الاحتفال بهذا اليوم ومصر إزاي بتسام في هذا الاحتفال الحياة طبعا يوم السياحة العالمية هو عملته منظمة السياحة العالمية بممناسبة إقرار النظام الأساسي للعمل بالمنظمة كان بدأ الاحتفال وتحديد اليوم ده تحديدا سنة 1970 وكل سنة بيبقى فيه شعار مختلف لليوم الإعلام للسياحة طبعا اختاروا السنة ده شعار مميز جدا اللي هو السياحة والسلام لأنه طبعا فيه أحداث مشتعلة كتير في مناطق كتير في العالم فهم اختاروا الشعار ده بحيث أن طبعا السياحة بحكم التنقل والسفر بين الدول بتعزز العلاقات بين الشعوب وبنقول بتألف كده وبيبقى فيه نوع من أنواع المواد ده بين الشعوب وبعضها في السفر والسياحة مصر الحقيقة بدأت من النهار ده بمجموعة من الفعاليات تحديدا في المدن الشتوية زي لقصر وأسوان فيه فعاليات مستمرة لمدة أربعة أيام عبارة عن عروض نيلية في أسوان وعروض للقوات الجوية بالطيران على مستوى منخفض وده أول مرة بيحصل في مدينة أسوان بحضور طبعا محافظ محافظة أسوان وفي لقصر طبعا فيه عروض في الكولورية وتنورة واحتفالات في معبد الكارنك في نفس التوقيت وده طبعا بيدي دعاية أو ترويج لموسم السياحة الشتوية اللي على الأبواب خلاص أو بدأ خلاص بالفعل اشتركوا في القناة